اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صليوا عني بي لبنات الكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنح ويلكم إن شاء الله كلكم تكونوا بخير إن شاء الله نسمع عليكم كين لخبار الباية حبيت نبدأ معاكم مصباح كين كما معايا حطيت فطوري وقلت خليني نصور لكم شنو شنفطر شنو شنو شنعمل في نهار كامل عملت قهيوة ما غير سكر رشيت عليها شوية شوكولين تعجبني على الأخر كي من هكا قصيت اشتر بانانا وتوست وشنو هاخر كعب يغورت وجي اذاك القصي حتى البانان زيد القصي وحتيت جبنة ذاكا هكا كل مرة كيفاش النوع وففطور الصباح باش نمشي أتوأ للقضية والروتينات والتعب لازم تتشجعوا معايا وتقوموا تقضي أموركم والكل تتهني وعلى بكري من قضيتكم وإن شاء الله يعجبكم الفيديو وكينكم أول مرة تشوفوني ما تنسوا باش تشتركوا في القناة وتشجعوني باش قناتي تكبر إن شاء الله يا ربي كما تشوفوا البنات راهوا بصراحة ما عادش العبد ينجم يتحمل الحمد لله على كل حال وكهو وإن شاء الله ربي يحسبهم إن شاء الله ربي يحسبهم يا ربي حسيبهم ربي حسيبهم ربي كل مسؤول مش قاعد يخدم على روحه ربي في الوجود خافوا ربي مثالش أقرأوا حسيب الأخرة كما تشوفوا البنات الماء مقصوص من نهار الاربعة اللي فاتت واليوم صورتلكم الفيديو اليوم الثلاثة ورجع نهار الثلاثة في الليل معناه تصوروا انتوما من الاربعة معناه براسك جمعة كاملة والماء مفماش كما تشوفوا هو كان نقضي معناها عم عبي الماء بجنبي مابير ونقضي به اللي نفرجها ربي وبتبيعة ما تبخلوش ولازم نكملوا قضيتنا على بكري نتهنيه عليها خليه دارنا نظيفة وكان الماء مقصوص ولا مش مقصوص لازم ديما طاقة إيجابية باش تكمل قضيتك وما نحيروش بتبيعة كما شفتوا اللي بنات اليوم قضالي راجلي الصباح حطيت القضية هوكا معاكم باش ننظمها وفي نفس الوقت غسلت المعوم وقعد ننظف الفريجيدير ما ديتلها الوحد لازوكم من رفعات متاحة باش نغسلها وماكس نادق متاحة وبتبيعة الكربايات ديما على العادة اللي عندي لازم منحطش القضية متاع الجمعة ديما نقضيه معناها جمعة بالجمعة القضية ما نحطش كما نغسل الفريجيدير ونخليها تشعل شعلي كما تشوفوا الابنات هاوكا القضية فرغتها وذيكا المساند الرسمي الاشتاء اللي هي ترنجية نحبها برشا في الشتاء كل ليلة نعملك كويس تزانة تهدي العصاب وترتحك حتى نفسيا وترقد مرتاحة في فور ماء به كما شفتو هاكا نضفت نمت بالحاجة نحكها ونشفها ونرجحها وحكيت لفريجيدير ما مواردكم مش ما حبيتش نطول عليكم ديجا الفيديو في برشا دعاك وبرشا قضية وغير بركا شمروا على دياتكم وتشجعوا ولي عندها برنامج هاكا متاع قضية في بيلا بإذن الله ما تخرج من الفيديو كان متشجع وتقوم تقضي مغير مبتشار على خاطر الفيديو كله ما شاء الله روتين تحفيزي بمتي كما تشوفوا لبنات باش نظم قضيتي وعندي كعبة حوضحة عينيكم غسلتم ما وردكم مش زا دا قضية قضية الدار كما تعرفوا معناه البيوت والمسحان زا دا ما وردكم مش هاكو كل مرنا وعلكم وروتين في بلاثة معينة واختيت حكيت الفرجيدير من اللون ومبعد اختيت دبوزة الفشفاشة حتت فيها الخل وباش نحط فيها الماء وباش نحط فيها كعبة قارس عصرتك الكعبة القارس ونحط ها في الدبوزة مع الخل وشوية ماء ورش بها الفرجيدير الكول ونعمل لها المسحة الاخرى علش اولا نعقموها ثانيا نتبقى ريحتها بين الخل والقارس بين الاخر كان فيها رواح فيها حاجة الكل تتنحها ما يبقى لك فيها حد شيء كيف تشوفوا لبنات نظمة قاضيتها مزيت الهريسة بش مفرغها في حك بلار والمعجون كيف خاطر ما نحب نخليهم في الحكاك متاحهم غسلت الصابون زيدا كما تعرفوا كيف دلما يمقصوص من الغسل الوتوماتيك نستعمل لك العادية ذيكا هوكا غسلت بها روا ذيكا الصابون وردكم نقطة في بحر غسلت ما شاء الله كل يوم الصابون ما نعرش عليش انتم ما كيف ولا لي راني كل يوم نغسل وكل يوم نوت صابون ما شاء الله ربي شدنا بصحتنا وكهو تقريب لبنات والله هيعملت تقريب 3 حبال الصابون وراني نهار بعد نهار كل يوم نغسل ما كثر ش من هكيكا اوتاكا ملت المعون زيدة كيف كيف حات المعور روا اكثر من هكيكا ما حبيت نقص لكو وبش نسيق الكوجين راهي كل يوم تتسيق منحبش نمسحها الحق نحب نحب نسيق جيني خير ومحلي هي ريحة نضافة نحط ونحبها تبقى نضيفة ويحتها بنينة زيدة كملت كل شي غسلت تحشيكم البوبالة وحطيت لها ساشيتا ونرجع لعمل مسحة وحقا مسحت المرلولة بالطرف جيت مبلولة شوية ومبعد تنشفتها اخر مرة وما فيقش بروحي مانا هي كن كين جين منتج نمسح ونعود نمسح ونعود وهذه ربطة النعناع هي الوحيدة اللي مزالت قلت خلي توغدها ان شاء الله نغسلها ونشيحها وليزم النعناع يتشيح في الظل بش يبقى لك أخضر وتول ابنت بش نعمل خبز خبز التاجين لفطور الصباح الحق بش نحضر كما تعرف عندي صغيرات والكل وصباح من نحبش نقوم بكري برش معنا 7-4 حاجة كما هك نحضر لمفطيرهم قلت خلي نطيب الخبز منتوا نتهن عليه هنا نبعث منه فطور رحمتي ان شاء الله ياربي غضوة الصباح هكي يبدأ حاضر ما منتعطل لش معنا فطور الصباح حتيت سميد ارتب وحتيت خميرة ومعلا خميرة حتيت مغرفة سكر صغيرة وشوية زيت زيتونة والملح حتيت في جهة معنا بعيدة على خميرة ونبدأ نعجم بالماء دافية بالقضاء بالقضاء نخدم ميديات لازم برش سبور باش يجيكم الخفز طرية وبنيناء في نفس الوقت نعجم ها بالقضاء وبعد باش نغطيها ونخليها تخمر في عقلها حتى ليني نضعف الحجم متاحها بالحق اليوم القضية صورت معاكم قلت اليوم تصبح للدنيا نظيفة ومش باش انتعب اليوم اذا بيها اليوم الروتين في الكوجينة برش قضية وبرش تصنيفات بيها لبنيتها وكعجنتها مليح مليح رو على قدم تعجنوها على قدم جيكترية وجيك بنيناء لين تشوفها معنا لونها بياذ كسميد معادش مستصفر دهنت الصحفة بالزيت وحطيتها بشي نغطيها وخليها تخمئ نجيه وتوى بش نعمل فتور معنا فتور نصف النهار اليوم راجلي مرتاح قال يعمل لنا بيزا بشي نعمل بشي نعمل بيزا اه اخذت مادة فيه مغرفة سكر وخميرة وخميرة تقضت وحركتهم مبعثهم لنجعلهم يتفاعلوا وفي الأثماء لنحضر السوس نتعال بيزا قصيت كعبات تماطم كما شفته ونضع سنتين ثوم اكاهاو سوس على طريقتي كل واحد معنا كيفش تايب رو نجمان ينحط مكون انتي ما تحطوش اما في الأخر لازم نخرجوا حاجة بنينة وحاجة فاوحة بيه لبنت كما تعرفوا سوس البيزا على الكليل والزعتر بين حاجة بنانهم حطيت شوية فلاكهر وشوية ملح وشوية زيت وبش نحطهم على نار هادية حتى لين اكتماط ماذي كذوب معنا ولكليل والزعتر راني مرحيت حمش على خطر بعد بش نرحيوهم لكل مبعض هم حكا عليش حطيت هم كما هما كما شفتوا طبعا نخليهم ما يتيبوا سلة سلة وبش نمشي نرجع لكل الخميرة الخليناة بعد ما تفعلت بش نحط عليها كمية الفارينة وشوية الملح الملح لا نضع ملول على خطر يقضل الخميرة خلطها شوية نعجلها رخامة كل عادة نعجلها مليح 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 حتى لين ترتاب وتحس هكا ولت لين هكا في الليد ومتتلصق برشا معناها طريا وممتون متتلصق وبعد رشيد الصحفة بالفارينة وحطيت البات وفوق شوية فارينة وخليتها تخمر ورجعت للتماطم بعد ما ذبت والصوص وليت طائبة كان انتم تماطم لونها كفية تحزيد ها شوية تماطم كونسنتري باش تعطيك كل لون الأحمر المزين اما بالنسبة لك تفيد بالتماطم الفرش كهو طول ابنت بعد مرحيت الصوص خليت تبرد قليلا ورجعت للبات المتاع البيتزا خمرة ضعفة الحجم المتاع رشيد البلوند وترافاي بشوية فارينة ورشيد الطبقة بشوية فارينة ونطرح العجينة الكل حتى المعناية تولي في كبر الطبقة اللي بشت تستعمله شوفوا ما شاء الله قديش العجينة سوبل والطاوع وبش نقصك الزيادة ذاك الكل تشوفوا ما نعمل به فوق العجينة ومبعث قصيت بصل وشوية تماطم وفلفل اختيار يراه فما نسمى تحطوهم وبالنسبة ليا نحب الفيزا نحط فيها شوية خضراء بش نحط اكل خضراء ذيكا اللي هي تماطم والفلفل كما قلت لكم والبصل نوزح هايكيك بطريقة عشوائية وبعد نحط ها في الفور في الوسط ما نعرش كل واحد الفور متاعه حسيله مهم مش نارة قوية تكون نار متوسطة وحتى لين تحط تطيب معناه معاكل باد وكتهزها بش تشوفها من لودة تقاها حمرت شوية به لبنات اللي ما عندهش فور ولا فور هايكيك دمش ولا متحبش طيف الفور هايكيك كطريقة سيهلة وسريعة جدا خذيت تبقد هنتو بشوية فرينا وحليت البات هذيك اللي بقاتلي وحطيتها في الطبقة التيب تابت على جهة برك حتى لين حمار هكي شوية لونها من بعد قلبتها وحطيت عليها الصوس متاع البيزا والخضرة كالعادة ومش نخلي ها التيب حتى لين تشوفوا معناه البات يباست ما مش يباست معاك تولي حمار شوية كما شاهدوا لبنات لا تحمر شي يسر يباست بسلكم تاخذ لون ذهبي خفيف اخذت موزاريلا بشرطها واشررش ها كزانوية استعملت مع موزاريلا رشيتها فوق البيزا واشرر والثن الثن سقطروه من الماء والزيت بالجدي ورشوها كما بالطريقة هذيك كما تعرفوا معناها مش حاجة جديدة اجيبت هلكم ورشيت زيتون اكحل وزيتون اخضر وليزم لازم تغطيوها بشي يذبلكم كجبن كينا كما الفور معناها بشي يسيح كجبن ويجيك محلية في البيزا خير من اللي يقعد لك كما هو معناها لازم تغطيوها وكيما شفتوا لبناتها وكحضرت البيزا صدقوني كيف كيف متفرق بالكل بالكل ومديت التباق الفور بعد اخذت اللون الذهبي من الفوق وطابت البات ورشيت عليها كيف كيف الموزاريلا وطن وزيتون وشرحها رجحها شوي برك في الفور ويجيست يذوب كل جبن وكهو سيبان طابت ورجعت الهبلت عجينة لعجينة ورجعت لعجينة الخبز اللي قطي لفتور للصباح للصغار ولحميتي زيدة ان شاء الله بعد ما خمرت قصيتها خليتها رتحت بعد ما قصيتها ك خبز خبز معنا قصيتها كريات ولا كم حسيلو خليتها رتحت تقريب عشر دقائق ومبعد دهنت الرخام شوي زيت نحل وفي نفس الوقت ترية وصدقوني بنينة بنينة على الأخر شوفوا من لوتها هوكا لونها ذهبي وهاني بشندوق ونقول لكم صراحة شنو الطعم حسنا ونحل بشندوق ونحل تتعلم شكرا لكم انشاء الله تجربوها وتعجبكم و هذي الخبز متعتجين نسيبون هكا حذر شوفوا زيدا لونه مزيان يتيب على نار هادية سلة سلة وطبو القليكين كلكم دمتم في رعاة الله وحفظه وبسلامة